اشتراك الزوارق البحرية بهذا الشكل يدل على اننا بدينا حطوا غزة بين فكاي كماشا بين القوات البرية من الشرق والشمال وبين البحر من الجنوب اذا لان ما تحدثوا فيه قبل قليل لانه احنا لسه المعلومات قاعدة تجينا بشكل مكثف ما تحدثت عنه المقاومة قبل قليل هو الاشتباك في الشمال وانا تحدثت انه المحور الشمالي سيبدأ لانه من اسرائيل من بدأ تقصف بدأ تقصف بيت حنونت اذا الشمال سيكون هو بداية الطريق بتجي اول محور الشمالي سيكون هو البداية المحور هذه الليلة وكذلك اذا اطلعنا هي ليس فقط الشمال ايضا البريج البريج يأتي على الحفة يعني الغزة في الهوادي يقسمها الى قسمين شمال غزة وجنوب غزة البريج يأتي في نهاية شمال غزة حتى انهم الان القوات الاسرائيلية تتقدم على محورين المحور الاول ومن الجهة الشرق وليس من جهة الشمال من جهة الشرق من المستعمرات من مستعمرات فارقيم وسيدروت وتتقدم باتجاه بيت حنونت وباتجاه جبالي وكذلك هناك محور احنا بنسميه محور هو مقترب صراحة المحور واسع المحور يتعاية شمال غزة محور وجنوب غزة محور ولكن فيه مقتربين رئيسيات هذين المقتربين راح تشتغل عليهم اسرائيل هذه الليلة الطائرات الاسرائيلية القت بكل قذائفها بهذا على هذا المحور المدفعية الاسرائيلية دائما وابدا كعسكريين العملية تبدأ بقصف جوي ثم يتلوه قصف مدفعي ثم تبدأ العمليات الدبابات والاليات المدرعة والمشاة تتقدم الاحتلال الارض سلاح الجو لا يحتل الارض لا يعني مهما قصف فيه سلاح الجو لا يحتلوا ارض الاحتلال الارض هي عبارة عن القوات المدرعة وقوات المشاة مسك الارض توكل الى الوحدات البرية ووحدات المشاة البرية اسرائيل يأست من انه تعيد رهائنها بالطرق السلمية فبدأت الان بالطرق العسكرية